السنة في مجلس النواب جلسته الثالثة والعشرين برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وأضاف إلى الفقرات المدرجة على جدوى الأعمال وأبرزها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وشهدت الجلسة توجيه النائب فالح الساري سؤالا شفعيا إلى محافظ البنك المركزي والاكتفاء بأجوبته كما وجه النائب كاظم الشمري سؤالا شفعيا إلى رئيس مجلس الخدمة الاتحادية الذي يستضيفه مجلس النواب لمناقشة موضوع توطين جميع رواتب الموظفين بما فيهم موظفو الإقليم ويجعل رقم وظيفي لكل موظف لغرض فرز الفضائيين والمتعددين الرواتب من خلال توحيد قاعدة البيانات مشاهدين وفي هذه الحظة